ترجمة نانسي قنقر على الشكل الذي يتوافق مع سياسات الهيئة العامة للرياضة من أجل استمرار الجهود التي تحقق مزيدا من المنجزات في الرياضة البحرينية وقد التقى سمو الشيخ خالد بن حمد خلال الزيارة بسعادة السيد محفوظ عبد الرحيم ثامر رئيس نادي دارك ليب وسعادة السيد علي عيسى الماضي رئيس نادي الدير وعدد من أعضاء الناديين وقال سموه نقدر جهود نادي دارك ليب ونادي الدير في خدمة القطاع الرياضي متطلعين إلى زيادة الجهود للمساهمة في تطوير وارتقاء المنظومة الرياضية متمنيا سموه كل التوفيق والنجاح للناديين وقد اطلع سمو الشيخ خالد بن حمد على عرض موجز من رئيسي الناديين حول خطط وبرامج الناديين للمرحلة المقبلة منوها بما تحمله الرؤية المستقبلية من نهضة تنموية شاملة تصهم في تقدم الرياضة وتدفعها نحو إحراز المزيد من النجاحات التي تعزز من موقع مملكة البحرين على خارطة الرياضة القرية والدولية من جانبهما قدم رئيس نادي داركليب ورئيس نادي الدير الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة على تفضل سموه بهذه الزيارة مؤكدين أن الزيارة تعكس التقدير الكبير الذي يليه سموه لجميع الجهات الرياضية مضيفين أن ذلك يعكس حرص واهتمام سموه على دعم الجهود بهدف تحقيق نهضة شاملة في القطاع الرياضي لإحراز مزيد من النجاحات اشتركوا في القناة زيارة تقصب أساسا في مصلحة جميع الأندية ورياضة بشكل عام ورياضي لما يكون رأس الهرم المسؤول الأول أو الثاني في رياضة في مملكتنا الغالية موجودة على رأس هذه الأندية طبعا هذا بيكون دافع أنه أنت تعمل بقوة أكثر لأن الداعم اللي إليكس مشيخ خالد فأكيد الإجراءات أو العراقية أو الصعوبات التي كنا نواجهها ما أتوقع أنها ستكون موجودة في الوقت الحالي فهذا بينهض بالعملية الرياضية وبينهض باللاعبين لمسنا التغيير اللي صاد من قبل الهيئة والتعامل وبعض الأمور اللي كانت فيها معاوقات والحمل تم تيسيرها فطبعا هذا دافع إلى الكل أنه يشتغل بقوة أكثر أمنيت كل الأندية كل الرياضي أن يكون أحد الرياضيين خاصة إذا كان ابن الملك قائد المسيرة الرياضية يزورنا في النادي الاجتماع مع السمو الشيخ مثمر ناشدنا عن موضوع الاستثمار ومجمع استثماري للنادي المشروع الثاني كنا ملعب كرة القدم من يزرح حشيش كاسثمار والشيخ ما قصر عطأوا أمره للمسؤولين ونبغي المشروع الثالث اللي كلمنا يا شيخ عن الصالة الرياضية الثانية في ملعب الخارجي لأن الكم الهائل اللي عندي من اللاعبين خاصة من الفئات السنية مهرجان مع هاي حوالي 120 لاعب في صالة واحدة ما تكفيهم فأبد الشيخ استعداده وعطأوا أمر أن تنبنى المشروع الثالث اللي هو الصالة الرياضية الثانية والحمد لله رب العالمين إن شاء الله نروح نوافيهم بجميع المطلبات الخرايط لهذه الزيارة تعطي جميع العندية بوسنا دين نحن نجمين العندية دافع للعمل التطوعي للعمل بإخلاص